اليوم عرفت المحكمة الموقع عرفت المحكمة اخر جلسة من الجلسات ديال المناقشة القضية تم الحكم على ديال الاعدام بالنسبة بالنسبة الي كمطالب بالحق المداني طالبت المحكمة الموقارة بديرهم رمزي بالنسبة لا يحق لي يعني نتكرر لكم باقي اطراف يعني اطراف الحق المداني اللي فيهم الاب والام والزوجة والابنة انا طلب درهم رمزي والحكمة استجابت لطلابي يتمثل في درهم الرمزي واتقل الشرعي سيد القاضي سيد القاضي كينين كينين مصطلحات او فقارات لي فهمهم الاعتبار انهم كتبين بلغة فرنسية اه عادية مي كينين ديمو تكنيك لسيد القاضي ما مشي الخصص دياله لانه اه القاضي كيبقى قاضي والطيب الشرعي بقى طيب الشرعي هذي مسألة واضحة وبديه ما اكدته طيب الشرعي مشكورة هو ان الهالك اللي هو الاخ ديالي ره مامت يوم الاختفاء دياله ره بقى حابس ديال الكوف ديال الطنو بالسيارة ديال المجرم القاتل الى غاية يوم الاربعاء من ان تجه تجه المنطقة الخالق عاد قنبل حرق الجده يعني الجده يعني كان حرقه حي هذا ما جعله ما جعله السيد القاضي ديال الجلسة يسقط المتابعة دياله اللي بنا اللي بنا اللي بنا المتابعة دياله على الفصول ١٢٩٩ و ٢٧١١ التجاوب دياله مع القاضي هو يعني واحد تجاوب ديال ارادة يعني استيبلاد ارادة استيبلاد ولا نظر معكم اللغة العمية حسناه استاد بغايدوح 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 للسيد القاضي هو السيد القاضي فاطينا لي اراد القاضي هذا ارادة ميكرو على ٧٠٠٠٠٠ كيقولي هيا يكون المتهام كيقولي شكون انتا ما تفضر ش معايا اش بغيتيني ارادة استطيني لان القاضي كان قدامه الميكرو يقولي اش اش عش نو بغيتي مني اش كين اش تم ما اش هاد اش بغيتي من عندي اش نو كان ديلانا هنا بعدها انا رغز يمشي عندي ولدي قلي ميو قاللي سي القاضي ما جيتي قال لي ما عارش من يجيت. قال لي فيكنتي. قال لي ما عارت فيكنت. الخبرة الطبية اللي اللي يشرف على السيد قالت حقيقا مشكورا. اعتات باللي ان السيد ما عندوش مرض نفسي او مرض عقلي. يعني يتمتع بكامل القيواني العقلية. وكانت واحد من واحد المحاولات ديال ديال الدفاع بلا انه هو يقدم بجوع الملتمسات. وتجاوب الدفاع ديال المطالب من حق المدني. ويعني ارطاء ارتاء السيد القاضي الى متابعة السيد بالفصل تلتمية وتسعين تلتمية وتسعين. وتلتمية وتلتمية وتسعين وتلتمية وتسعين. ومقارنوا من سراجين اياه. وبالتالي حكمات الحكمة بالاعدام. وبالنسبة لي انا كمطالب بالحكمة طلبت بي ديرهمين رمزين واحد. وخلصت علي واحد الصائر الجوزافي في في الصندوق في المحكمة بسمية درهم. بالنسبة لمطالبين الام والاب والزوجة والابن القاصر ديال لهاليك اه 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 يعني اه 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 لا يعني على المطالب المدنية اللي حكمت الليهم بها المحكمة المحكمة مشكورتان على ذلك. ترجمة نانسي قنقر